لأنه عم نحكي أيضا عن قاعدة يعني أستاذ عماد على بعد ستمائة كيلو متر يعني مسافة ليست ببسيطة سعادة العميد واستهداف لطائرات روسية استراتيجية إلى أي مدى هذا يطرح سؤالا حول سلامة القاذفات الروسية بعيدة المدى يعني أنا أعرج على سؤالك للضيف الكريم أنه هل يمكن أن يكون طرف ثالث؟ بالواقع لا يمكن أنا من وجهة نظر العسكرية لا يمكن أن يكون هناك طرف ثالث لماذا؟ هناك لدينا طائرات مسيرة هذه الطائرات التي تسير هذه المسافة طبعا لا يمكن أن تكون عبارة عن طائرات يعني فقط من أجل استطلاع أو من أجل التصوير هذه الطائرات طبعا يعني بالتأكيد من قواعد يعني هنا أنا يعني حسب النظر الاستراتيجية لموضوع القوة الجوية طبعا هناك إذن قواعد امطلقت من هذه الطائرات وليس من فاعل أو منظمات يعني كما كان يسموها الروس منظمات إرهابية في سوريا الآن لأن الروس قاموا بضرب كل أنواع الطاقة الغاز لحرمان الأوكرانيين من التدفئة في الشتاء والكهرباء وكل يعني أنواع البنية التحتية الروسيا الآن كما قلت لك في بداية الحلقة بأنها ستضع في حسبانها أثناء تقدير الموقف بأن أصبح لأوكرانيا طائرات مسيرة لها قدرة على ضرب العمق الروسي وليس المدنيين ليس المدنيين إنما الأداف العسكرية وهذه الأداف يعني فعالة وتستطيع أن تخترق المنظومة الجوية الروسية وتدخل إلى هذا العمق يعني منذ فترة عندما قامت مثلا روسيا بالضرب الصاروخية الكثيفة وسقطت شضايا الصواريخ في بولندا في منطقة في بولندا روسيا مباشرة أسرعت يعني قبل أن يجتمع الناتو وقبل أن تطالب بولندا بتفعيل المادة الرابعة من حلف الناتو لموضوع يعني التضامن ضمن الحلف مباشرة روسيا أعلنت وأسرعت وصرحت بأن لا علاقة لها بموضوع الصاروخ الذي صحط في بولندا إذن هناك أصبح هناك رعب توازر رعب بين الطرفين الأوكرانيين أصبحت لديهم قوة صاروخية قوة استراتيجية أصبح لديهم قوة يعني خلينا سميها ذات دقة عالية هذه القدرة على مبدأ أنه لا يفل الحديد إلى الحديد والقارات الأوكرانية يعني جعلت من بوتين يعترب بقدرة عسكرية قوية وبقراراتها ما تتخذها أوكراني وصل إلى قاعدة تحوي قاذفات نووية نعم هذه القاذفات فيها بعد نفسي رعب نفسي كبير جدا عندما تقوم مثلا كمثلا كالقاذفات مثلا الأمريكية دي بي 52 مثلا دي بي 52 مثلا التي تقوم مثلا بيعني بحمل قنابل استراتيجية وإلى غير ذلك هناك لدى الروس في هذه القاعدة قاذفات استراتيجية طبعا سيتم الأخذ من الحسبان أنها سممكن أن تعطل إذا لم تدمر وتخرج خارج المعركة ربما أن تكون هذه المعركة القادمة والآن نحن طبعا يعني في طور نوع من الهدوء تقريبا الهدوء طبعا ليس هدوء كامل وإنما لا توجد يعني الآن عمليات هجومية كما حدث في خرسون واستعادتها الآن في تحضير القوات الأوكرانية على ما يبدو من أجل تطوير الأعمال اللاحقة في المفهوم الاستراتيجي من أجل الوصول إلى أهداف أكثر عمقا طبعا المناطق التي احتلها الروسي في الأراضي الأوكرانية وهذا طبعا ما ينظر بشر مستطير لروسيا تمام خاصة أن هذه الطائرات يقال بأنها تصل إلى مدى ألف كيلومتا اشتركوا في القناة